تعالوا بقى نستعرض سوى إيه اللي حيتم النهاردة إن شاء الله الفريق النهاردة الظهر إن شاء الله حيختتم تدريباته على ملعب سانية الرمل في إستاذ تطوان استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي أنيوزيلاندي التدريب حيكون مفتوح أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط يعني الربع ساعة الأولى من التدريب وده طبعا وفقا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بعدها حيتغادر بعثة الفريق مدينة تطوان المغربية في الثالثة أصرا حوالي ساعتين تقريبا عن مدينة تطوان كمان حيتم عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي أنيوزيلاندي الساعة السادسة مساء وده النهاردة إن شاء الله على استاذ ابن بطوطة في طنجة للتأكيد على بعض الأمور التنظيمية لهذا اللقاء وطبعا بيحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية وكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي والتقم الأداري للبعثة وستحدد اللجنة المنظمة فيفا في هذا الاجتماع الفني اليوم إن شاء الله كافة الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للتأكيد كمان على زي الفريقين وبعض التعليمات الإدارية للفريقين أثناء هذه المباراة كمان مفترض إنه حيتم تنظيم زيارة لملعب ابن بطوطة خصوصا إن الفريق ما خدش عليه أي تدريبات قبل كده وأكيد على شاشة النادي الأهلي إن شاء الله حينواف كل حضراتكم بالتغطية أولا بأول وعلى مدار اليوم إحنا عارفين إن فيه ناس كتير يعني شبه مع الطالة حياتها بس عشان تتابع يعني التفاصيل المتعلقة ببعثتنا وأكيد تتابع مطشوط النادي الأهلي في هذه النسخة من الكأس العالم للأندية ترجمة نانسي قنقر